بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلسلة مستندات الشحن هنكملها مع بعضينا بس ارجوكم يعني انا دلوقتي يعني مش شايف تفاعل القناة اذا كانت القناة دي مفيدة لبعض منكم او يعني مفيدة بعض الشيء فيعني نرجو على الاقل لشيء دعمنا ان كنت تعملوا مشاركة الفيديو او اول احاجة كده اعجاب للفيديو عشان ينتشر لكن للاسف انا بصها لعشرين تلاتين مشاهدة للفيديو ده يعني كده يعني بيخلي الواحد يحصل له احباط بأمانة الله يعني لكن ها نكمل مع بعضينا بوليسة الشحن اللي هي البوليسة الشحن البحر هنتكلم عليها ودي وسيقة بتصدرها الشرقة النقلة وهي عبارة عن عقد نقل بين المصدر ده تعرفها يعني المصدر والشرقة النقلة وبتبين مناء الشحن ومناء الوصول دي بتحتوي المحتوى بتاعت بوليسة الشحن ووسيلة النقل وقجرة الشحن وكيفية دفعها وتعتبر بوليسة الشحن تأكيد من من قبل الشرقة النقلة باستعمل بضاعة في عنابر السفينة وهي ايضا عقد اهتملك للجهة المصدرة اليها حيث تصف البوليسة البضاعة والجهة المرسلة اليها ويصدر من الشرقة النقلة ثلاث نسخ اصلية والثلاث مطبوعة اهم البنات اللي بتبقى موجودة في بوليسة الشحن دي عندي عندي اول حاجة عندي ميناء الشحن تاني حاجة ميناء الوصول بالله عليكم ما تنسناش من دعمكم بلايك للفيديو اذا كان يعني فيه حتى زر افادة لكم تلات حاجة اسم السفينة الناقلة للحاويات رقم اربعة رقم بوليسة الشحن وتاريخ الشحن اه اسم المصدر او الشاحن اسم وعنوان المستورد ووصف الشحنة وعلامات اه اه الشحن ورقم كل عبوة موجودة في هزيه اه او هزيه لو كان كنتينر او بضاع اللي انت شحنها البوليسة بتحتويها اه على طبعا ورقم كل عبوة على حدة داخل الشحنة الكلية وعدد الايه اه الحاويات باركام كل حاوية اذا كان فيها طبعا ده موجود ببقى رقم الحاوية موجود اه وصف النولون اه معها معها وموعد الدفع اه قبل او بعد الشحن او في نقطة الوصول وشروط العقد اللي هي بتاعت الانكوتيرم وتوقيع الخط الملاحي اه تاريخه اه اتمنى تكون المعلومة وصفتكم سريعا كده في ديئة واتمنى دعمينا برضو للمرة التالتة والرابعة دعمينا للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته